خلال كلمته في حفل تخريج طلبة الدفعة الخامسة لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية أكد الدكتور بدر العيسى أن التعليم الخاص أصبح رافدا مهما من روافد التعليم في الكويت كما يعد أهم العناصر المشاركة في تحقيق تنمية البلاد برعاية وحضور وزير التربية الدكتور بدر العيسى احتفت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بخرجها من طلبة الدفعة الخامسة وأكد العيسى خلال كلمته بالحفل أن التعليم الخاص أصبح رافدا مهما من روافد التعليم في الكويت أنه الأمر يشعرنا بالاعتزاز أن نرى رافدا من روافد التعليم العالي على وهو التعليم الخاص وأصبح مشاركا قويا في التنمية تنمية القوى الوطنية البشرية والذي يصب في التنمية الاقتصادية بشكل عام وبدوره أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور فهد العثمان أن الجامعة تسعى دائما إلى إضافة كل ما هو جديد في عالم العلم والمعرفة وخاصة في عصر التكنولوجيا المتسارعة مؤسسة عندنا تعمل بثلاث وأربع طاقتها وهذا بدأ يكرس شيء في ثقافتنا المؤسسية بأن أي شيء نسوي يجب أن نحدد قيمة مضافة ملموسة نقدر نشوفها أولا أن هذه خوش استراتيجية لأن تعطيك ديمومة حتى في الأوقات الصعبة واثنين حقيقة هذه تستنهض الطاقات لأن الغالبية لما يشوفون قيمة حقيقية تقدم للناس تجد أهمة طاقتهم وإحساسهم والموتيفيشن مالهم عالي بدون أي حوافز أخرى